السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تم طرح سؤال عليه بخصوص إن كانت البذور أي خلطات البذور لها مدة صلاحية معينة كما تعلمون عندما تقومون بشراء خلطات البذور سوف تجدون أنها تحتوي على طاريخ صلاحية معينة مكتوبة على العلم كما تشاهدون هذه الخلطة تحتوي على رمز تعليب وأيضا على رمز الصلاحية وأيضا طاريخ الصلاحية 2021 شهر الثمانية لكن صحيح أن هذه الخلطة ستفسد في شهر ثمانية 2021 الغرض من طاريخ الصلاحية وهو التحديد المدة التي يمكن تقديم هذه الخلطة للبذور حتى تستهلكها بدون مشاكل لكن في حقيقة الأمر هي أن هذه الخلطة لن تفسد في الطاريخ المحدد على العلبة لماذا؟ لأنه كما تعلمون أن خلطة البذور تحتوي على نسبة مهمة من البذور يعني نسبة كبيرة تقارب 90 إلى 95% من البذور 5% الأخرى تكون عبارة عن قطع خبز يعني بحالي كان قوله الخبز كيرم أو قطع حلوة يعني ملونة بملون غدائي كما يمكنكم هنا رؤية هذه الحبوب الملونة هذه القطع عبارة عن خبز يعني خبز يابس أو حلويات يابسة ملونة بملون غدائي في بعض الخلطات من النوعية المنتزة يتم خلط هذه الحبوب أو القطع من الخبز بفيتامينات أو بودرة كالسيوم أو بمواد حافظة أو غيرها من الزوائد في هذه الحالة يجب احترام يعني التاريخ المزود يعني أو المذكور في العلبة لأن هذه المواد الحافظة أو الإضافات التي تم خلط هذه القطع الخبز أو قطع الحلويات الملونة سوف تفسد في التاريخ المحدد على العلبة لكن البذور البذور هي يعني غداء طبيعي لذلك نتفسد مقارنة مع تلك الزوائد التي تم إضافتها لتلك القطع اليابسة من الخبز أو الحلويات المشكلة التي سيقع في المربي هو أن هذه القطع يمكن أن تسبب مشاكل مثل الإسهال أو التكبلات في البطن أصلا الطيور لا تستهلكها بكمية كبيرة ستجد أن الطيور دائما ما سوف تتركها في المأكلة دون أكلها لأنها لا تحبها أو لأن مضاقها لا يجبها لذلك إذا وجدت خلطة حبوب يعني خلطة حبوب فأن التاريخ المذكور في التعليم الخاص بها قد انتهت صلاحيته فلا مشكل في شرائها لكن في حالة فقط أنه يجب أن تقوم بتأكد من جودة البذور الموجودة في العلبة كيف ذلك؟ لقد سبق أن رفعت مقطع بخصوص طريقة تخزين البذور لحمايتها من الحشرات أو من التسوس وأيضا حمايتها من الديدان وأيضا رفعت مقطع خاص بخصوص طريقة معرفة إن كانت خلطة البذور منها بجودة جيدة أم لا فنقوم فقط بتنبيت البذور بكمية بسيطة نأخذ ملعقة من خلطة البذور نقوم بتنبيتها ورؤية إن كانت تنبيت سيكون سريع أم لا إذا كانت تنبيت سريع فإن هذه خلطة البذور غنية بالألياف ومنها الجودة الممتازة لكن إذا تأخر التنبيت فيجب أن تعلم أن هذه البذور قد فقدت قيمتها الغذائية فلن تعود بالفضل للطيور يعني هو أيضا من ناحية أخرى عندما تشتري خلطة البذور من الأحسن أن تتجنب الخلطات التي بها غبار كثير لأن هذا الغبار يمكن أنه مع حر الجو أو مع التخزين أن تفسد بسرعة وتسبب لك بظهور السوس أو الحشرات الأخرى أو الديدان لذلك يجب أن تقوم بشراء الخلطات النقية التي ليست بها غبار كثير وأيضا عندما تشتري يجب عليك التأكد من أنها ليست بها أي سوس أو حشرات أخرى كخلصة لهذا المقطع هو أنه من اللي تشري الميلونج وخيكون التاريخ دياله التالى يعني مدة صلاحية انتهت في العلبة ليس مشكلة أنك تشريه المهم أن الميلونج كيبلك في العلبة دياله أنه باقي مزيان ما فيش الغبرة ما فيش الدود ما فيش السوس يعني باقي مزيان لأنه هذا التاريخ خاص فقط يعني بدك الحبوب لك تكون الملونة داخل الخلطات معلومات أكثر زوروا الموقع وشوفوا الأتمينة والسلام عليكم اشتركوا في القناة